نعم دكتور واضحة شكرا جزيلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث عن آلية التأثير وبعض الزمر الدوائية التي تنتمي لها هذه الأدوية وبعد أدوية نبدأ بالعناوين الجهاز المناعي المثبتات المناعة ومثبتات إنتاج أو تأثير السايتوكين والإنترلوكين 2 ومثبتات التعبير الجيني للسايتوكينات والأدوية السامة للحلايا المثبتات المناعة ونعرجه على الإنترلوكين ومرورا بالثاريجوميد الجهاز المناعي كما يعلمه نعم أقول يحابب يعطينا المحاضرة بدلاك نعم هو يحكي باللغة العربية الفصيحة وهو بدي يعطي الله يحب ليك رب داك شكرا لكم الجهاز المناعي يقوم بحماية الجسم من المواد الغريبة الأجنبية الضارة ويمكن الطعم الغيري الألوغرافت أي يحرض استجابة المناعيات القوية عنا مناعة خلوية ومناعة خلطية ما رح حكي عليهم كتير بس بتغروس أقلام التهيلبر سيلز الخلايا من نوع المساعد للنمط الأول يقوم بإنتاج الانترلوكين 2 وعمل النخر الورامي TNF بيتا بالإضافة للقامة الذي يثبت تكاثر تهيلبر 2 تهيلبر 1 هو CD8 وتهيلبر 2 هو ممكن يكون CD4 يؤدي هذا التفعيل إلى تفعيل خلايا القاتلة وهي تقوم بقتل خلايا الورامية والخلايا المصابة بالفيروسات سيتوتوكسك تيسلز خلايا السامة للخلايا وهي خلايا تائية تقتل خلايا الورامية والخلايا المصابة إلى الفيروسات الماكروفيج وهي تقتل الجراثيم بشكل أساسي المناعة الخلطية تقوم الخلايا البائية بإنتاج الأبضاء وهي تنتج البلازميات وبدورها تنتج خلايا الذاكرة وهذه الانترلوكينات تعمل على تكاثر تمائز الخلايا البائية إلى خلايا مصورية بلازمية وكذلك إلى خلايا الذاكرة كما ذكرنا المهم السيتوكينات هي عبارة عن بروتينات ذوابة ذات خواص مستطدية ترتبط بمستقبلات نوعية موجودة على سطح الخلايا وتتضمن هذه السيتوكينات الانترلوكينات وانترفيرونات والتيور نيكروس فاكترز العامل نخل ورمي وترانسفورمين جراث فاكتر عامل النمو والتحول وأيضا عوامل المستعمرات كولوني ستيموليتينج فاكتر سي اس اف ويقوم الانترلوكين اتنين بتنبيه تكاثر خلايا التائية المساعدة هذه مقدمة مناعية بسيطة مختصرة حيث أنكم ميعا قد مررتهم بالمناعة بشكل مفصل المهم الآن بهذه المرحلة بمحاضرة الأدوية هو أن نذكر بعض الخواص الهامة والإيثيولوجيز عن الأدوية المثبتة للمناعة فاكترز العامل المعدة لهذا الانقطاع نكمل فنقول مثبتات إنتاج أو كثيرة ستيموليتينج فاكتر لكين اتنين ومثبتات الكالسين يورين تاكرليموس وسايكروسبورين هي مثبتات الكالسين يورين إذن ما هي آية عامل تاكرليموس وسايكروسبورين بشكل أساسي هو تثبيت الكالسين يورين أيضاً لدينا رابامايسين وهو سيريليوموس أيضاً له داثيرات مثبتة لإنتاج السايتوكين ومشتقه الانتروكين 2 الكورتيزونات بشكل عام وهي مثبتات التعبير الجيني للسايتوكين ثالثاً الأدوية السامة للخلايا كسايتوتوكسيك وهي مثبتات الصناع البورين والبرميدين وهما من مضادات الاستقلاب مثل ميثوتريكسيت هل يستطيع أحد الزملاء يعطينا استخدامين أو ثلاثة الميثوتريكسيت تفضل مشكوراً حكيم بالالتعاب المفاصل الرسياني أحسنتم علاج الحمل الهاجر أحسنتم أحسنتم هل يستخدم التريكسيت في العلاجات الكيميائية؟ أحسنتم أحسنتم اشتركوا في القناة 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 سلام عليكم اشتركوا في القناة 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 واضح دكتور شكرا ثالثا الأدوية السامة للخلايا وهي مثبتات الصناع البورين والبيرميدين وهي متوضات الاستقلاب آزاتيوبرين يستخدم آزاتيوبرين في العديد من الأمراض المناعية والدائر والهيموسدريني وأيضا المايكروفينوليت مفتيل يستخدم في التهاب الكوباب والكليا القطع البؤري والمنمي الغشائي التكاثري واليفلومينايد أيضا نفس الشيء مثل تريكسيد ذكرنا أنه يستخدم في علاج وتدبير الأيل الورم اللمفاوي اللوكيميا الحادة يعني ويستخدم أيضا في مرضى الصداف ويستخدم أيضا في بعض مرضى التهاب مفاصل الرثياني العوامل المؤلكلة مثل سايكلوفوسفامايد سايكلوفوسفامايد يستخدم أيضا في التهاب الكوباب والكليا والنفروز الكلوي وهو من العوامل المؤلكلة كما يستخدم أيضا في تدبير وخضط أمراض السرطانات والليمفومات رابعا لدينا الأجسام والمضادات الأنتي باديز مثل المضاد للمفاويات الـ ALG اللي هو أنتيلام في ساعة غلابولنز والغلابولن المضاد لخلايا تيموس أيضا هو الـ ATG وأيضا لدينا غلابولات مناعية للـ ANTD الـ RHO مثل بعض المشتقات التي تنتهي بالماب مثل الباسيليكسيماب وأيضا الموريمونوناب وأيضا الداكليزوماب وأيضا لدينا الانترفيرونات والتاليدوميد ثانيا نعرج بعض الشيء على السيكلوسبورين وهو من مثبتات إنتاج السيتوكين انترلوكين 2 اسمه التجاري نيورال يوجد منه شربات ويوجد منه حبوب ويعطى الأطفال والكبار وهو عبارة عن بيبتايد فطري مكون من 11 حمض أميني آلية عمله يعمل السيكلوسبورين من خلال منع تفعيل خلايا التائية عن طريق تثبت إنتاج الانترلوكينات من النمط الثاني كما يلقس من تكاثر وتمايز الخلايا التائية ويرتبط مع مستقبلات الأمانة جلوبلين أو الأمانة فيلين عقوا وهي السايكلو فيلين وهي مستقبلات انترا سيليلر داخل خلوية إن المعقد المتشكل من سايكلوسبورين أمانو فيلين يقوم بتثبيت الكالسينيورين وهنا الفوسفاتيز والطاقة الناجم مع الانفات سي وان وهو نازع فسفرة عامل التنسخ هام جدا لهذه العملية التي يقوم بها هذا المعقد المناعي علي سار في عنا رسم توضيحي لآلية العمل داخل الخلوية لهذا المعقد المناعي وفي الخطوات الستة التي تم ذكرها سابقا حيث يعمل على تفعيل المستقبلات داخل الخلوية وبالتالي يعمل على زيادة الكالسيوم المتأين الشارجي داخل الخلوي هذا داخل خلوي الكالسيوم ويتفعل نتيجة ذلك هذا القطع الناقص هو الكالسينيورين وبالتالي نتيجة لذلك نزع فسفرة هذا من قبل الكالسينيورين ينتقل الـ NFTC أو الـ NFC من السيتوبلازما إلى النواة يدخل إلى داخل النواة إلى الحموض الأمينية الحموض النووية عفوا ويتحول لشكله الفعال ويرتبط الشكل الفعال وهو الـ Active بمكونات داخل النواة مما يؤدي إلى تفعيل الجينات المرمزة للسيتوكينات ثم تتحرر الـ Interleukine 2 على مستورنا المرسال بعد أخذ التعليمات الوراثية الجينية واستجابة لهذه الخطوة المناعية المتوسطة بالخلايا فإن السايكلوسفورين يرتبط مع مستقبل يدعى السايكلوفيلين وهذا المعقد بدوره المتشكل يقوم بتثبيت السكالسينيورين وبالتالي لن يتم نزع الفسفرة وترميز الحمض النووي المسؤول عن إنتاج الـ Interleukine 2 وبالتالي تثبيت إصطناعه وتثبيت المناعة الفلوية فتثبيت إصطناع إنتاج الـ Interleukine 2 هي الآلية الأساسية حيث نرى في هذه الصورة بشكل واضح أن الـ Interleukine 2 مذكور على مستوى الجينات داخل النووية ومذكور أيضا في تصنيعه بعد نسخه من الرن المرسال الماسنجر RNA Interleukine 2 وإرساله داخل السيتو بلازما انطلاقا من النوات وهكذا يتشكل الـ Interleukine 2 فالآلية بمجملها معتمدة على الـ Interleukine 2 وهو بيته القصيد من السيكلوسبورين الذي يعمل على تثبيت إنتاج الـ Interleukine كما هو مذكور في السطر الأول من الـ Ethology آلية التأثير آلية التأثير هامة جداً لأنها تشرح لنا كيف يتشكل السيكلو في اللين مع مستقبله ووجوده يؤدي إلى تثبيت الكالسينيورين وبالتالي تثبيت إنتاج ما يسمى Interleukine 2 ما هي الحرائق الدوائية ما هي الحرائق الدوائية للسيكلوسبورين كما ذكرنا فيه منه شربات ومنه حبوب ومنه تسريب ريدي وأن امتصاصه الهضم بطيء وغير مكتمل وزملاء العزاء أيضاً مستقلب في الكبد عن طريق جملة السايت كروم P450 وهي الجملة الشهيرة للاستقلاب ويطرح بصورة الرئيسة عن طريق الصفراء الكبدية قال أهل العلمي أن 50 إلى 60% من السايت وسبورين حقيقةً يتراكم بصورة كبيرة في خلايا الدم الكرة الحمراء واللنفاويات لذلك يستخدم في هذه الأدواء وعمر النصف الأطراحي له طويل قد يقارب اليوم والليلة وهو 24 ساعة إذن الزملاء الأعزاء ما هي استعمالاته السريرية وهو بيت القصيد عمليات زرع الأعضاء كمثبت حيث يستعمل لوحده وحقيقةً بالمشاركة مع أدوية أخرى مثل كورتزونات شكراً للمشاهدة الزملاء الأعزاء هل الصوت واضح الآن؟ هل الصوت واضح الآن؟ هل الصوت واضح؟ السكر المبكر من النمط الأول وهو استخدام جديد عاطف عليه أهل العلمي وما زال قيدة التجربة أو قيدة العلاجات البحثية إلى حد ما زرع الخلايا الجرعية هو سواء كانت الدموية المنشأة أو غيرها التأثيرات الجانبية تكون المراقبة العلاجية أساسية في العديد من الحالات حيث تتضمن تأثيرات الجانبية السمية الكلوية في حال استخدمة مع مضادات التابلسترويدية أو الأمانوزيدات الليمفومة وعلم أنه يعالج أيضاً مثلت حدوثها في الكيموثيرابي خلال وضائف الكبد لذلك يطلب A-L-T-A-S-T-P-T-P-Rothrombine Time اللي هو والألبيومين في استقصاء التأثيرات الجانبية الشعرانية وهي معروفة معروفة في السيكلوسبورين أيضاً يرتفع سكر الدم وقد يحدث التأق أنا في الأكسز بعد الحقد الوريدي وهو قد يحدث مع أي دواء وقد تزداد نسبة حدوثه في سيتوميكولوفيروس والهربسيملكس فيروس أي الإنترنت الفيروسية بعد استخدامه أيضاً ضخامة اللثة اللثة من يعطينا اسم دواء يسبب ضخامة اللثة غير سيكلوسبورين اسم دواء يسبب كتأثير جانبي فرط تصنع فرط لثة ضخامة لثة غام هايبربلاجة إنه أحد أحذركم مضادات الاختلاج لا يؤثر على الوعي فعال جداً يعطى في ردود الرأس الصوت واضح واضح دكتور إنه الفنتوين يا سادة الفنتوين أيضاً قد يرتفع التوتر الشرياني والبوتاسيوم لذلك يجب تجنب المدرات الحافظة البوتاسيوم مين بيعطينا اسم مدر حافظ البوتاسيوم الدكتون سبيرل لكتون أميلوريد دكتور أميلوريد والدكتون هل يحفظ البوتاسيوم أم لا؟ اللازيكس في رسمائد يحفظ البوتاسيوم أم لا؟ اللازيكس يحفظ البوتاسيوم ويطرح السوديوم ويبقى البوتاسيوم اللازيكس مدر عروية إذن لا يحفظ البوتاسيوم الدكتون سبيرل لكتون هيدروكلورثيزايد هيدروكلورثيزايد هل يحفظ البوتاسيوم؟ لا حكيم لا ما بيحفظ البوتاسيوم إذن من؟ سبيرل لكتون ميلوريد ننتظر الإجابة إذن سمية عصبية قد تحدث أيضا ما هي الانتراكشن أو التداخلات الدوائية بين بعض الأدوية؟ ذكر أهل العلم الدوائي أن تصفية سايكلوسبورين تزداد عند مشاركته مع الأدوية المنبهة لسيتوكروم بي 450 وهي الجملة المشهورة في الاستقلاب وأهم هذه الأدوية هي منضادات الاختلاج وأصاد حيوي فينتوين، فيلوك باربيتال، وريفانبين الريفانبين ذكرنا في المرة الماضية بأين يستخدم؟ يتبرى أحد الزملاء يذكر ما هو الريفانبين استعمالاته؟ الريفانبين السل 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 أيضا ماذا أيضا أحسنتم؟ والحمة المالطية الفرق بين الفنتوين وفينو باربيتال الجرعة نفسها جرعة تحميل 20 ميلي جرام على الكيلو لكليهما، ثم جرعة تحميل 5 ميلي جرام على كيلو تقسيم 2 لا تهم الجرعة كثيرا، إلا أن الفنتوين نحافظ على الوعي إلى حد ما بعيد فينو باربيتال يؤثر على الوعي، لذلك لا يستطب باستخدام فينو باربيتال في حالات ردود الرأسي حد كبير إذا أردت أن تحافظ على الوعي لذلك فإن استخدام هذه الأدوية مع سايكلو سبورين يؤدي إلى نقص التأثير وزيد احتمال للرفض أثناء زراعة الأعضاء ثانيا، تتناقص تصفيت السايكلو سبورين عند مشاركته مع الأدوية المطبطة لجمرة السيتو كرومبي 450 كمضادات الفطور وصاد الحيوي الشهير إيرثرو مايسين كيتو كونازول كيتو كونازول مضاد فطري قوي له سمية كابدية عصير الليمون الهندي وبالتالي زيادة التأثير السمي للسايكلو سبورين البيروغراف وهو التاكروليموس أو يرمز له الـ FK506 ويعتبر من الماكروليدات المضادة للجراثيم الفطور قال أهل العلمي بتفسريفاته الأخيرة وليس له علاقة بالسايكلو سبورين من حيث البنية الكيميائية لكنه يمتلك نفس آلية التأثير وهي أن المستقبل داخل الخلوي للتاكروليموس هو الأمانوفيلين الاميونوفيلين وهو يرتبط بالبروتين مما يؤدي إلى أن المعقد المتشكل تاكروليموس FKBB يقوم بتثبيت الكالسينيورين وبالتالي يثبت الصناع الانترلوكين 2 الشهير بالمستقبلات الداخل النووية ما هي حرائقه الدوائية؟ كما ذكرنا يعطى عن طريق السريب أو عن طريق الفم أو عن طريق مرهم موضعي يتميز امتصاصه الهضمي بأنه بطيء وغير مكتمل أيضا ويتناقص عند تناول واجبات غنية بالدسم والكربوهيدرات من يعطينا اسم دواء يزداد امتصاصه عند استخدام واجبات غنية بالدسم دواء شاء على استخدام الزملاء العزاء إنها مضادات الديدان يعني دو ديد الحرقص أو ديدان دبوسية ما اسمها اللاتيني الپينوارم 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 أو التربوس برميكولارس التربوس برميكولارس تعطى الپيندازول والميبيندازول تزداد هذه الأدوية امتصاصا بتناول واجبات الدسمة إذن ترتبط بشدة ببروتينات البلازما ويتركز في الكريات الحمراء ويستقلب في الكبد بوسطة الجملة الشهيرة ساعة كروم بي 450 ويترح بسورة الرئيسة عن طريق الصفراء وعمر النصف الحيوي نص يوم 12 ساعة تقريبا إلى 9 ساعات بعد الإعطاء الوريدي ما هي الاستعمالات السريرية مشابه للسيكلسبورين ويعطى في عمليات زرع الأعضاء الكليا والكبد ويشارك مع الكورتيزونات وأيضا زرع الخلايا الجذعية وسورييسيز والصداف الفيلة تلفظ والتهاب الجلد التأتبي أتوبك ديرماتايتس أتوبك ديرماتايتس علاجه صعب إلى حد بعيد في الجلدية ويستخدم تاكروليموس بجرعات 0.1% و0.03% وهي جرعات تعطي تأثيرا يعني سحريا كما يقال لأتوبك ديرماتايتس بعد استخدام تاكروليموس للعلاجات الجلدية وهو من المفارقة بمكان قد يقول أحدهم كيف لدواء اسمه التاكروليموس أن يستخدم في علاجاته رفض الأعضاء والكيموثيرابي ويستخدم أيضا تلتهاب الجلد التأتبي الذي تستخدم الكورتيزيونات بشكل أساسي فسبحان الله التأثيرات السمية هناك سمية كلوية عصبية غدية بزيادة سكر الدم وأيضا معائية بارتفاع ضغط الدم كما أنها استقلابية على مستوى فرط كتسيوم الدم والتأق كما ذكر أعلاها بعض الاضطرابات الهضمية تحدث مع العديد تحدث مع العديد من الأدوية ما هي التدخلات الدوائية مشابه للسيكلوس بورين ولكن هناك فروق ما هي الفروق الفروق هامة جدا للغاية قال أهل العلم أن الفروق بشكل أساسي هي متعلقة بما يسمى أنه يفضل استعمال التاكروليموس أكثر من السيكلوس بورين للأسباب التالية ما هي أسباب؟ التاكروليموس أقوى بعشرة لمئة مرة في تفضيط الاستجابة المناعية ويلقص التاكروليموس من حالات الرفض ويشترك ويشرك مع جرات أقل من الكورتيزونات لكن بالمقابل تاكروليموس سميته الكولوية والعصبية أكثر من السيكلوس بورين إذن يعتبر الآن نتحدث عن دواء الربامايسين السيريليوموس وهو من الماكرويدات المضادة للجراثيم وأريد تأثيره أنه يشكل المعقد MTOR هو ممليان تارجيت أو الربامايسين الامتور هو عبارة عن كينيز ضروري لتطور الدورة الخلوية وإصلاح ديناية وصناع البروتينات ولا يؤثر على إنتاج التالوكينتين لكنه يثبط استجابة الخلايا التائية للسيتوكينات نرى هنا أن المستقبل MTOR increases translation of selected messenger ornays that promote translation or transition from G1 phase to S phase of the cycle فعم نشوف أنه الامتور يزيد ترجمة الرنى المرسال المحددة والذي يعز الانتقال من الطور G1 للخلية للطور S في الدورة الخلوية ويرتبط هذا سيراليموس بالمعقد بالمستقبل FKBB فيشكل معقد الامتور معقد يثبت امتور عفوا فتتثبت عملية ترجمة الرنى المرسال وبالتالي تتوقف الخلايا التائية في الطور G1 ما هي الحرائك الدوائية الزملاء العزي هل الصوت مواضح بالنسبة لكم الصوت واضح زملاء واحد يقل لي واضح حكيم واضح شكرا الحرائك الحرائك الدوائية يعطى عن طريق الفم ويتناقص بالواجبات الدسمة وموضعيا يرتبط بشدة بروتينات بلازمة يستقرب في الكبت ولكن عبر الجملة سيتوكروم بي ثلاثة اي فور ويترح عن طريق البراز ويتميز بأن تأثيرات مثبتة للمناعة ومضادة في سام خلايا مشابه لسيكلسبورين من حيث القدرة التثبيطية استعمالة السريرية الطعوم الأسوية للأعضاء الصلبة وعملية زرع الكليا مع لحاله أو مع سيكلسبورين أو كورتزون أو ماكوفينوليت والطعوم الأسوية القلبية ويزرع وزرع خلايا جذعية ويمكن أن يعطى موضعيا مع سيكلسبورين في التهاب العنبة والشبكية وإيفورينايتس وتأثير Synergism Effect يمتلك تأثير Synergism Effect وتأثير التأثير المعزز للسيكلسبورين إذن إذا عطينا سيرليموس مع سيكلسبورين فإنه يحدث تأثيرا تأثيريا ما التأثيرات السمية فرط شحوم الدم السمية الكبدية ونقص الصفحات الدموية وارتفاع الضغط الشرياني ونقص الكريات البيضاء والطرابات هضمية إلى نقص صفحات هام وفرط شحوم الدم هام أيضا والسمية الكبدية وليكوبينيا نقص البيض أيضا هام ما هي مثبيتات التعبير الجيني للسيتوكينات الكورتزونات الكورتزونات ترسناها سابقا تقوم بتثبيت المناعة بأليه تثبيت التعبير الجيني للسيتوكينات تتميز ترؤيدات وتأثيرات مضوضة للتهاب ومثبتات المناعة المركبات المستعملة بريدنيزون بريدنيزون مثال بريدنيزون وديكساميتيزون أريث التأثير ترتبط بمستقبلاتها النوعية ويتداخل المعقد المناعي المتشكل مع الدنة لتثبيت الانتساخ الجيني جين ترانسكريبشن للموارثات الالتهابية ويتنقص إنتاج هذه الوساطة الالتهابية البروستا جلاندينات والليكوترينات والهستامين والباث براديكينين وأيضا نقص إنتاج الصناع والسيتوكينات عامل النخر الورمي والإنترفيرون والإنترلوكين اثنين ويحدث ذلك إلى أن يؤدي لتثبيت أغشيتليززومات وتثبيت إنتاج الهستامين والنيتريك أوكسايد والإي جي جي وتثبيت عمل البالعات الكبيرة والخلايا التائية المساعدة وهي CD4 وينقص ذلك بالنتيجة من إنتاج تكاثر لنفوية التائية ما يلس عملات السريرية الخط الأول في هذا الموضوع هو الطعام الأسوية لأعضاء السلبة سولد أرغان ألوغرافت وزارة الخلايا الجذعية الموندة للدم وتستعمل أيضا في التائم مفاصل ناكس وذئب الحمامي الجهازية سيستام كليوبوس وإنثيماتوسيز وأيضا ربو الخصبي ورفض الحاد أو المزمن للطعام الأسوية للأعضاء السلبة إثرة الجانبية علامها كلكم منها وترقق العظام وزيادة كوليسترول الدم والساد وارتفاع ضغط الدموي وارتفاع سكر الدم ننتقل إلى الميثوتريكسات والميكوفيلولات والأزاثيوبرين وهي عبارة عن أدويا سامن الخلايا ومثبتات الصناع البورين والبرمدين وأولها الإميوران وهو الأزاثيوبرين يؤتع عن شكل حبوب وتركيزها 50 ميلي جرام تعطى في العديد من التأثيرات التأثير الأساسي يقوم على شكل تثبيت الصناع البورينات وذلك يؤدي هذا إلى تثبيت تكاثر المثاويات ما هي الحرائق الدوائية الزمن العزاء يعطى عن طريق الفم أو الوريد ينتشر بشكل واسع لكنه لا يعبر الحاجز الدموي يستقرب في الكبد بوساطة الكزانثين اكسيديز ويطرح في البول بصورة غئيسة المشاركة مع ألوكتيرينول قد تسبب سمية نجمة عن اكزانثين اكسيديز الوكتيرنول فيما يستخدم الزمن العزاء وما لي تأثيره حكوم بالنقروس أحسن أحسن الاستعمالات السريرية الذئب الحمامية الجهازية والتياب مفاصل الرتياني ودأ كرون إثرة الجانبية تثبيت نقي العظم نقص الكولات البيضاء ونقص الصفيحات سمية معيدية معاوية وكبدية وزياد خطر الانترانات ننتقل للدواء الثاني وهو الميكوفينوليت مفتيل وعبارة عن طليعة دوائية يتحول إلى ميكوفينوليك أسب تحول لحمض الميكوفينوليك أليل تأثيره بشكل أساسي يثبت إصناع البورينات هو مثبت قوي للإنوسين مونوفوسفيت دايهيدروجينيز أو ديهيدروجينيز الضروري لإصطناع البورينات هذه الألية الأساسية يثبت الـ IMP دايهيدروجينيز الأمر الذي أدى حرمان اللمفوية المتكاثرة التائية والباقية من الحموض النووية الحراك الدوائية عن طريق الفم أو عضلي أو وريدي يرتبط بشدة ببروتينات يستقلب في الكبد يطرح في البول والجرعة ما بتهم كتير بهذه المرحلة 2 جرام تأيباً مليون استعمالة السريرية كما أعلى زراعة الأعضاء زراعة خلالة الجذعية وأيضاً يعتبر مشاركة مع البريدنيزون كبديل للساكلوس بورين أو تاكرليموس والتهاب مفاصل الرثياني رأينا أنه يستخدم في كل هذه الأدوية بعض الأمراض الجلدية تأثيرات غير مرغوبة السمية المعايدية المعايدية المعاوية ونقص الكرات البيضاء ونقص العدلات والليمفومة وقال بعضهم كما تعلمون يمنع يمنع استعماله أثناء الحمل ننتقل إلى دواء جديد يخبط صناع البرميدين وهو الأرابة وهو عبارة عن ليفولوموناي أو ليفولونوماي وهو عبارة عن دواء يستعمل بشكل أساسي في التين مفاصل الرثيان وعبارة عن طليعة دوائية عن طريق الفم فترة تأثير طويلة بيرفع أنزيمات الكبد ALT وبسوي ارتفاع الترياتينين أحياناً بيعمل أدية كلوية وقال لبعض أهل العلم من جماعة الأدوية أنه يسبب بعض الطفرات وقد يسرع القلب ميثوتريكسيت ميثوتريكسيت دواء الشائع للاستخدام بيجي على شكل الأنبول وبيجي على شكل كمان حبوب وهو معاكس لحمد البوليك التتراهيدروفوليت الرباعي يثبت الثنائي والرباعي بشكل عام يثبت الثنائي الحمود النووي والبروتينات وتداخل مع تكاثر الخلايا التائية يعطى عن طريق الفم أو وريدي أو عضلي ويطرح في البول استعمالاته التائم مفاصرة يعني الصداف داكرون و A-L-L عند الأطفال الدا A-L-L يعني لينفومة أو أكيو تلفو بلاستيك اللوكيميا اللوكيميا الحادة تأثير تغير مرغوبة بيعمل صلع أو حاصة بعكس السايكلوسبورين السايكلوسبورين بيعمل شعرانية زيادة أما الميثوتريكسيت فإنه يسبب حاصة غطيان وقياء كتير أدوية بتعمل تثبيت نقي العظم هام تليف الرئة هام التربات الكوبيدية كلوية هام وبالنسبة للصداف لا تستغرب أنه يستخدام للصداف خاصة الصداف المنتشر استعمالات الدوائية للسايكلوسبورين اللي التأثير عفوا خلينا بلش بالسايكلوسبورين عبارة عن طليعة دوائية يتحول إلى فوسفامايد وهو عامل مؤلكل للدنة يقرب الخلايا اللنفوية في مرحلة التكاثر يتميز بتأثير مضاد للسرطان ومثبت للمناعة استعمالاته التام مفاصل رتياني مر معنا بكل الفوق تقريبا والذئب الحمامي الجهازي وفخر الدم التأثيرات غير مرغوبة أيضا حاصة والتهاب مثال النزفي زمناء العزاء التهاب مثال النزفي مميز للسايكلوسبورين هو سؤال هام جدا بعدما مريض كان عنده نفروز أو كان عنده ذئبة عطيناه سايكلوسبورين فصار يبول دم فما رأيكم السبب السبب هو التهاب مثال النزفي بسبب سايكلوسبورين العقم بسبب ضمور الخصية أو الضهي وله سمية قلبية ننتقل للأضاد وهي موضوع الشغل الشاغل وهي العديد من الأدوية منها ما هو مضاد للمفويات ومنها ما هو مضاد لخلايا تيموس ومنها مضاد للRH عام الريزيوس مثل بازيليكسيماب داكليزوماب انفليكسيماب أوماليزوماب الأوماليزوماب ذكرنا في درس ماضي فيما يستخدم يستخدم أنه يثبت الـ IGE أو يعمل على تثبيت الأمور الحساسية عند مرضى الربويين شديدين عند مرضى الذين لديهم مثلا دأجوب ارتفاع IGE وهكذا وأيضا لدينا الميتيزوماب وفورتيزوميب وريتوكسيماب وأيضا الموريموناب طرق إصطناع الأجسام الضضية الأنتيبوديز والتمنيع الأرانب أو الخيول بالخلايا اللنفاوية البشرية لإنتاج المزيد من الأضاد وحيط النسيلة وتكون موجهة لمستضدات اللنفاويات بشكل عام وليست نوعية لأي منها هناك تقنية تسمى تقنية خلايا الورم الهجين الـ Hyperdoma وهو عبارة عن دماج خلايا الفأر المنتجة للإسامة الضضية مع الخلايا البلازمية الورمية غير المميتة وبالتالي تتكون أو تكون الأضاد الناتجة لأضاد وحيط النسيلة أضاد المونوكلونل المونوكلونل وهي وحيط النسيلة وهي نوعية من يعطينا أسم دواء في أضاد وحيط النسيلة يحقن ضمن الـ CSF مثلا أو يعطي لبعض الأمراض من يعطينا أسم مرض أضاد وحيط النسيلة الضض وحيط النسيلة تعطي في ملتبل السيكليروسيز التصلب اللويحي التصلب اللويحي يصيب شابات عمار عشترينات أربعينات وهو تكون آفات دماغية حول المطينات وناكسة تقنية الـ DNA المأشوب Recomponent وهي يتم فيها استبدال جزء من جينات الفأر الجين سيكوينس بمادة دوراثية بشرية الأجسام الضضية من الفئران تحتوي على المورو في اسمها أما الأضاد المؤنسنة Humanized فتتضمن XI وZO أو ZU أو ZU في اسمها ما هي الجلوبينات المضادة للمفاويات وما هي الجلوبينات المضادة لخلايا تيموس هي عبارة عن أجسام ضضية عديدة النسيلة Polyclonal وليست Monoclonal نحصل عليها من البلازمة أو مسل الخيول الممنعة في اللنفاويات البشرية التأثير أنها ترتبط إلى سطح الخلايا التائية الجائلة وتتم بالعمل هذه الخلايا في الكبد أو الطحال الأمر الذي يؤدي نقص اللنفاويات وخلل في استشابة الخلايا التائية والمناعة الخلوية الحرائق الدوائية تعطى حقنا عضليا أو بتسريب الوريدي البطيء وتتميز بنصف عمر حيوي طويل 3 إلى 9 أيام من استعمالاتها السريرية زرع نقية العظام وحالات رفض الحادة ورفض الكورتيزونات وقال بعضهم أن تشترك مع السيكروسبورينات التأثيرات غير المرغوبة نقص الكورات البيضاء والصفحات وحدوث زياد خطر إنترنت الفيروسية والصدمة التأقية وداء المصل داء المصل هو عبارة عن سيروم سيكنيس في ترفع حروري وعرواءات بردية سخونة وتلازمة شبيهة بالرشح أيضا الأستضاد وهو تشكل العديد من الأضاد تتجد مستضادات ننتقل إلى CD3 إلى دواء يسمى الموروموناب وهو عبارة عن الجسم مونوموناب مونوموناب يعني مونوكلونل يعني أضاد وحيط النسيلة يستخلص من الفئران بتقنية الهايبردومة أو هايبردومة هل يتأثيره وجود شيء أو هو موجه ضد المستضد لجلايكو بروتيني CD3 للخلايا التائية البشرية ويرتبط بالبروتينات من النمط كلاس ديفرينشيشن 3 CD3 على خلايا التائية الأمر الذي يؤدي إلى تفعيل وتحرير السيتوكينات بشكل عابر ويتبع ذلك أو يتبع ذلك خلل في وظيفة الخلايا التائية ونفاذ هذه الخلايا وبالتالي نقص الاستجابة المناعية هنا أعطنا طريق الوريد يستقلب في الصفراء ويطرح عن طريق الصفراء عبر الكبد ممكن نعطي كورتيزون وأيضا مضاد هستامين طايفين هدرامين وبريدنيزولون في إنقاص متلازمة التحرر السيتوكين الاستعمالات السريرية حالة رفض الحاد للطعام الأسوية الكلوية حالة رفض المقاومة الاستريرويدات واستنفاذ الخلايا التائية من النقي العظم عند المتبرع قبل الزرع التأثيرات غير المرغوبة صدمة أقية حمى تأثيرات عصبية مركزية نوبات اختلاج انتنات متلازمة التحرر السيتوكينات وهي متلازمة شبيهة بالرشح أو ارتكاسات شبيهة بالصدمة ننتقل إلى مضاد عامل الريزيوس وهو الكلوبل المناعي دي الرو اتش هو عبارة عن محلول مركز من الاجي جي وان البشروي البشري يعني عفوا يحتوي على تركيز أعلى من الأضاد الموجهة ضد المستددات يعطى للأمهات سلبية الار اتش خلال 24-72 ساعة بعد ولد طفل إيجابي يعني الأم سلبية والولد إيجابي 2 ملي حقا عضلية تجنب الحلال الدم عند ولد أطفال آخرين إيجابي الار اتش ويسمى آآ أرام الحمر أو الجنيني أو إريثرو بلاستوسيس فيتالس تأثيرات جانبية بسيطة لما وضع يحمها الأضاد وحتى النسيلة كما ذكرناها نتكلم عن داكليزوماب والباسيليزوماب نحصل عليها من استبدال سلاسل الحموض النووي عند الفئران بسلاسل بشرية هو عبارة عن مزيج الباليكسيوماب هو عبارة عن مزيج إيجي جي 75% بروتين بشري و25 فئران بينما يحتوي داكليزوماب على 90% بروتين بشري عمر النصف الحيوي طويل لهذين المركبين اللي هن الباليكسوماب وداكليزوماب أطول هذا العمر أطول وسط الضاد أقل بالمقارنة مع الأضاد التي حصل عليها من الفئران هل هي التأثير أنها تعاكس انترلوكين 2 عن طريق الارتباط بكلاس ديفريشيشن 25 CD 25 هذا الارتباط يرتبط بالوحيدة ألفة من مستقبلات الانترلوكين 2 على المفاويات مفاعلة وتحصل وتحصل تناسق واستجابة الخلايا التائية المنبهة بالانترلوكين 2 أما الباسيليكسوماب أقوى من داكليزوماب الحرائق الدوائية نصف العمر سبع أيام بالنسبة للباسيليكسوماب أما بالنسبة لداكليزوماب هو 20 يوم متحملة كويس الاستعمال الأساسي يستعملها بالمشاركة مع سيكلوسفورين والكورتيزونات اللي قائم من رفض الحاد الحاد عفوا بتعوم الكليا انفليكسيماب وهو معروف أو مشهور انفليكسيماب مزيج من IgG إنسان وفأر ينتمي للأضاد وحيط النسيلة يعاكس الانترلوكين أو tumor necrosis factor ألفة وهو مرخص للتهاب التقرحي وداء الكرون مفاصرة يعني إذن هذا انفليكسيماب مشهور أما الأمليزوماب مثل ما حكينا فهو عبارة عن أضاد أو عبارة عن ضد وحيد النسيلة لضد IgE يحصر عمل القطعة F-C على الخلايا البدينة mast cells والأساسات basophils خلايا الأساسة قاعدة مرخص في علاج الربو المعند على الكورتيزونات وأيضا قلنا يستخدم فداء جوب وفرض IgE لدينا الميتيزوماب وهو ينتمي للأضاد وحيد النسيلة الاستعمالات هي بضاد الدم المفاوي المزمن CLL Chronic Limphocyte Leukemia و Multiple Sclerosis كما ذكرنا التصالب المتعدد وعمليات زرع الأعضاء أما ريتوكسيماب هو أيضا مشهور جدا وريتوكسيماب مشهور وموجود أيضا في المسيداليات وأيضا أوماليزوماب موجود أيضا في السيداليات وأنفليكسيماب أيضا موجود في السيداليات في منطقتنا ويستخدمان وليست مرتفعة الثمن كثيرا أما البروتيزوماب أو بورتيزوميب وهو مثبت البروتيزوم ويعطى بالتسريب الوريدي أو تحت الجلد استخدامه مع الام ام مالتبل مايولوما ويرتفع فيه الكالسيوم أكثر من 12 وحالة رفض العضاء المزروعة الانترفيرون انترفيرونات عنا النمط الأول انترفيرون ألفة وبتة تايب وان كانت ثلاث أنواع تؤثر على نفس المستقبلات وتم تحيضها بالإنترنت الفيروسية يتم إنتاج انترفيرون ألفة من قبل كرات بيضاء أما بتة فيتم إنتاجه من قبل الأرومات اللي فيها هذه معلومة هامة تلزمها بمستقبل كمان انترفيرون ألفة البيض ألفة البيض البتة أرومات اللي فيها فايبروبلاست وأيضا اندوثيليا سيز وهي الخلايا البطانية النمط الثاني هو انترفيرون جاما عندنا ألفة وبتة عندنا جاما يؤثر على مستقبلات مختلفة يتم إنتاجه من قبل تي المفعلة اكتيفيت تي سيز تأثيرات الفرمكولوجية يعزز انترفيرون جاما المناعة من خلال تفعيل البالعات الكبيرة والخلايا القاتلة الطبيعية والخلايا التائية السامة يؤثر نمط انترفيرون ألفة وبتة عن طريق تثبيت التكاثر الخلوي الاستعمالات السريرية معالجة بعض الانتهينات كالتياب الكبت سي انترفيرون ألفة وأمراض المناعة الذاتية كالتياب مفاصر الثياني ميلانوما ورينالسيل ترسينوما والملتبل ميلوما تريدوميد هو عبارة عن دواء مركن يمكن أي حدي التأثيرات مشوهة الأجنة يصنف على شكل X يسمى فقمية الأطراف كانوا يستخدموه لمسكن ألم عند الحوامل مثل البروفيل مثل الديكلوم مثل السيتامول كان بعضهم يصنفه على شكل موضال تياب بلاستر ويدي فكانوا يعطوه فكان تولد الأمهات أطفال يديهم أجريهم مثل الفقمية صغيرة كتير مشوهة توقف الدواء لكن بعد فترة وجدوا أنه لديه تأثير معدل المناعة لثبت تيومر نيكس فاكتر ألفا فاستخدموه بأن قيوم متعدد مفاصر رتياني وعلاج التظاهرات الجهازية لذئب الحمامي الجهازية هل يتعمل أنه حقيقة يعمل على تثبيت وأنقاص عملية بلعم من قبل العديلات ويزيد ويسبب زيت انترلوكين عشرة بعض الأدوية المثبتة للمناعة ممكن واحد يطلع عليها وبعض الملخص هذا ملخص بعتيكونية المرض وشو الأدوية المستخدمة أمراض المناعة الذاتية أمراض المناعة الذاتية وأدوية الزراعة الأعضاء وهكذا نصل إلى نهاية المحاضرة شكرا جزيلا لإصغائكم سأعتذر على الخلال التقني اللي صار ما عد أسمعكم ولا تسمعوني لكن أتمنى أن نكون وصلت الفكرة بالأخير ووصلتكم الشغلات الهامة من هذه المحاضرة الأدوية المثبتة للمناعة أي سؤال أو استفسار زمالة العزية قبل أن نختم هل في سؤال لا يجد سؤال زمالة العزية دكتور بالنسبة للمحاضرة تقريبا الأدوية يعني كل الأدوية تقريبا نفس الأسار الجانبية نفس الاستعمالات تقريبا ما في طريقة للتمييز يعني بشكل أوضح نعم شكرا جزيلا أحسنت وفعلا أنتاج هو تأثير يعني التركيز ممتاز من قبل الزملاء فعلا نتميز بتأثيراتها الدوائية آلية العمل آلية العمل هامة جدا تأثيرات الجانبية أيضا ممكن تكون مجملة بالأغلبية الكيموثيرة هي بتعمل أغلبها هي الشغلات كلاتها قلت لك بعض الشغلات الأساسية مثل انتهى مثلا نسمي لساكلوفوسفامايد الشعرانية لساكلوسفورين الحصة البقية ساكلوفوسفامايد وهكذا هذه أشياء فارقة قد ركست عليها وأثناء إعطائي للمحاضرة ركست على أشياء الفارقة الهم تمام دكتور الله يأتيك لها أنا أمين في سؤال إذا شكرا جزيلا لا يجد سؤال أستوديعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائع الله يوفقكم إن شاء الله ونلتقي بكم إن شاء الله على بركة الله في السبع المقبل السلام عليكم وشكرا